الابراج والنهاردة هنتكلم عن ترتيب الابراج يعني هنراتب الابراج مين الابراج اللي بتعشق الوحدة يعني بتحب تكون وحيدة مين الابراج اللي بتبقى مبسوطة اكتر لما بتكون وحيدة لما بتكون لوحدها ما بيحبوش اللمة ما بيحبوش ان يبقى حواليهم ناس كتيرة فيه ابراج بتعشق الوحدة اكتر من الابراج الاخرى النهاردة هنرتب الابراج مين الابراج اللي بتحب اللمة وبيحب حواليها ناس كتير جدا من الابراج اللي بتاع شق الوحدة كل واحد بيقول لي هو برج ايه وبيحب الوحدة ولا لا اوكي وانا هقول لكم في المرتبة قبل ما باتدي في الفيديو صحيح تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس وتتبعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وتقولولي بتفرجوا علي من فين وانتو برج ايه وعندكم كم سنة بتشتجلوا ايه ويحكولي عن تقوص العيد عندكم كل سنة وحضراتكم طيبين ليلة العيد في بلدكم طيب خلونا اقول في المرتبة الاخيرة من الابراج اللي بتاع شق الوحدة يعني المرتبة الاخيرة ده يعني هو برج ما بيحبش الوحدة خالص خالص وما يقدرش يعيش وحيد في المرتبة الاثناشر والاخيرة بيجي عندنا برج الجوزاء برج الجوزاء ده يعني انت لو عايز تقهره عدل وحده برج الجوزاء بيعشق التحرر بيعشق الاصدقاء بيعشق الصحاب بيعشق اللمة فطيما هتلاقوا برج الجوزاء موجود وحواليه ناس كتيرة جدا 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 برج الجوزاء ده هو المرتبة الأخيرة المرتبة القابلة الأخيرة من الأبراج اللي بتعشق الوحدة يعني البرج ده ما بيحبش الوحدة خالص خالص عندنا هو برج القوس برج القوس برضو بيحب السحاب بيحب اللمة بيحب الخروج بيحب الناس كتير حواليه بيحب الفرفاشة بيحب السحاب يعني طول دايما الناس كتيرة جدا جدا حواليه طيب في المرتبة زي احنا قلنا ال 12 و 11 في المرتبة العشرة من الابراج اللي بتحب الوحدة هيجي عندنا برج الحمل برج الحمل من الابراج اللي بتكره الوحدة ما بيحب الشعب لوحده بيحب ناس كتير حواليه بيحب اشخاص كتير حواليه بيحب هو بيحب تجمعات بيحب اللي يبقى موجوده حواليه ناس كتير جدا جدا يجي بعد برج الحمل برج الميزان برج الميزان من الابراج اللي بتكره هيكون وحيد عنده صحاب كتير جدا جدا شاطر في العلاقات عنده علاقات كثيرة جدا جدا منتشر ما بيحبش الوحده ما بيحبش يو بقعد واحده دايما برج الميزان تلاقي عنده صحاب كثير من كل الانواع هو شاطر في تكوين العلاقات شاطر في ال public relation شاطر ان يكون حواليه ناس كثيرة جدا جدا في برج الميزان عمرنا ما نقول ان برج الميزان دايبقى وحيد كده والواحده ما حواليه هوش ناس كثير بالعكس برج الميزان دايما حواليه ناس كثير اوي 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 يجي بعد بورج الميزان يبقى احنا الابراج الهوائي اقرأب يتخلص اهو يجي عندنا من الابراج اللي ما بتحبش الوحدة خالص وبتحب اللمة وبتحب الناس بورج الحوت بورج الحوت من الابراج اللي ما بحبش عض لوحده بيحب دائما حواليه لمة بيحب هيصة بيحب ناس كتير وهو اجتماعي جدا جدا وبيحب العلاقات وشاطر جدا في العلاقات وبيعرف يعمل العلاقات كويسة وهو شخص محبوف فهو دايما لايك ناس البراج اللي عمرنا ما هتقول ان هو برج يحب الوحدة اطلاقا برج الحوت مش مع الابراج اللي بتحب الوحدة ممكن يا جماعة تقولولي تحت زا كنا الكلام ده بيتطفق معاكم وانتو برج ايه لو حد مش عايز او مش عايز وكلام يقولي تحت برضو يقولونا ليه وبليز كمان تقولولي وتفرج عليا من فين وانتو برج ايه وتعملوا لايك للفيديو عشان اللايك بتاعكم مهم جدا جدا لدعم القناة طيب يبقى احنا قلنا قلنا رتبنا لحد الوقت الابراج خلصنا الحوت ندخل بقى في الابراج لو ما نص نص يعني بيحبوا الوحدة ومم بيحبوش الوحدة دولة اللي انا قلتهم الخمسة الاولانين دول بيكرهوا الوحدة ماقدروشوا عيشوا واحدين اطلاقا 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 نيجي بعد كده على طول يجي عندنا برج الاسد برج الاسد برضو من الابراج اللي بتحبش الوحدة بالعكس وبيحب يبقى اندر سباط بيحب الناس كلها تبقى ملفوفة حواليه بيحب اللمة بيحب الهيصة بيحب يكون center of attention فبرج الاسد مش برج بيحب يبقى وحيد بقى وقعد لوحده سكت وهدي فهو مش كده خالص 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 احنا كده خلصنا نيجي بقى فيه تلاتة بس في النص في النص يعني ايه ساعة ساعة تعارفين انتوا برج الساعة ساعت يعني ساعة يحب الوحدة وساعات يحب اللمة من هؤلاء الابراج التي تحبوا ساعات اللمة وساعات الوحدة هيجي عندنا برج الدلو برج الدلو اجتماعي جدا جدا وبيعشق صحابه اهم حاجة عنده في حياته صحابه اللي ان برج الدلو بيجي له ساعات هبة كده يحب يانعزل بيحب يتوحد بيجي له هبة حزن كده عايز يؤ題 لوحده وعايز يأنعزل ومش عايز يكون مع حد ومش عايز يارف حد فهو ايه ساعات ساعات برج الدلو عشان كده محطهوش مع ان هو شخص اجتماعي جدا الدلو عنده صحاب كتير قوي شخص حبوب شخص طيب بيحب الناس الا ان هو بس الهوبة دي لما بيجي له بيبقى عايز يبقى وحيد وعايز يبقى الواحد ويقفل عن نفسه وقوده ومتبقاش فهم هو الا حصل له متبقاش عارف هو what's wrong with him or with her يعني واسبيشاري سيت الدلو كمان ماشي يبقى دل ايه اللي في النص كده اللي في النص برضو من الابراج اللي في النص شوية برضو بيحبوا احيانا اللي لما يحبوا الهيصة ويحبوا كده بيجي عندنا برج المين في النص كمان ثواني كده عشان انا بفكر يبقى احنا خلاصنا ابراج الهوائية اصلا انا في برجين محترمة بينهم احنا خلاصنا طور طور برضو طور طعم بيحب الوحدة لان طور ترابي وحب يفكر كتير ماما انا خلاص من عمر تطلعي لانتي يا ماما ها؟ فالطور برضو نص ونص اوكاي؟ يعني بيحب الوحدة احيانا واحيانا بيحب الانطلاق هو اجتماعي ومحبوب وشخص سوشل جدا 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 وترانسبارنت كل حاجة فالطور كمان من الناس اللي في النص نيجي بقى على اكتر الابراج اللي بتاع شق الوحدة انا عايزاك بقى تتخيلوا ابراجكم موجودة فيها ولا لا عشان هياقولكم مفجأت دلوقتي كتير 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 طيب في المرتبة القبل الاخيرة خلاص احنا خلاصنا بيجي عندنا برج العرب برج العرب ما بيحبش التجمعات ما بيحبش برج العرب بيحب الخصوصية ما بيحبش حد يعرف عنه حاجة ما بيحبش الناس كتير ما بيحبش الزحمة في حياته فبرج العرب من الابراج هو اجتماعي جدا جدا بس هو في نفس الوقت ما بيحبش حد يعرف عنده برايفسي عنده خصوصيته عنده وترانسبارنت ومش عايزه غيور جدا يعني هو كمان لو مثلا متجوز او متخلف عايز مش عايز مراته تحتك بحد فهداما عايز إيه يحط عيلته كده في أمؤم ويقفل عليهم فبرج العرب مش من الأبراج يعني من الأبراج اللي بتحب الوحدة طبير من أكثر الأبراج اللي بتحب الوحدة هو في مرتبة متقدمة جدا 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 طيب طاب ثري بقى يا جميع ثلاثة الأوائل في حب الوحدة مين أكثر ثلاثة أبراج بتحب الوحدة وتحب العزلة تلاثة أبراج ثلاثة دول بقى طاب ثري ولو حد معطرج يقولي طحتي وريني نفسه يعني قولي انا معطرد انا من برج الابراج دي وانا ما بحبش الواحدة وانا معطرد اوكي في المرتبة التالتة هم مفيش فرق ما بينهم يعني هم التلاتة بحبوا الواحدة زي بعض بس في واحد فيهم نمبر وان بجدارة اوكي في المرتبة التالتة بيجي عندنا برج الجادي برج الجادي من الابراج الاجتماعية جدا ولطيس جدا كل حاجة بس هو بيحب يكون لوحده هم بيحبش الاختلاط ما بيحبش طبعا بيحب الاختلاط بس بالناس اقرب الاقرباء عنده ناس صحابه كده شلة بتاعته دول اللي هو بيبقى بفاكك معاهم بيبقى مختلف معاهم الا الناس الطبعية النورمال كده لا هو بيعشق الواحدة اكتر ما بيحبش ناس كتير في حياته ما بيحبش يدخل ناس كتير حياته عنده الشلة القديمة بتاعت المدرسة دي يفضل محتفظ بيها يعني بيكي ناس معينة شوية هم دولة القريبين منه فبرج الجدي من الابراج اللي قطي يتعشق الواحدة يجي عندنا المركز الثاني بجدارة الثاني والاول مفيش فرق ما بينه بس الاول يعني يختلف سنة تيك كده سقنطوطة عن المركز الثاني برج العزراء برج العزراء من الابراج اللي ما بتحبش تحتك بالناس كتير مع انه هو شخص اجتماعي ولما ياخد عليك هيبقى اجتماعي جدا الا ان برج العزراء يفضل الواحدة يعني حب يقعد مع نفسه اكتر يعني اقول لكم لحجة كل صحابي انا انتمتيني او 3 انتيماتي مخصميني انا مبخرجش معاهم كتير انا بحب الواحدة اكتر يعني احب اعود في البيت كده اتفرج على موفي اعود اتفرج على اعود اشتغل على اليوتيوب اعود اشتغل اعمل حاجه جديدة اما انا ما بحبش الواحدة كتير يعني سوري اه بحبش خروج كتير ما بحبش الاختلاط ما بحبش اتعرف عناس جديدة يعني أنا مش بحب ببقى بكسوف ولا يعني ممكن يبقى إحراج أو كسوف وحب في العمل يعني أنا أشتغل كتير فبالتالي ماما على فكرة أقسم بالله عظيم ما حبكتش دلوقتي فبورج العزراء من الأبراج اللي بتحب يعني أنا بالنسبة لي أقولولي تخرجي بقى تاكلي تخرجي أخرجي مع صحابي يوم في الويك أند يوم الخميس وأتفسح وأعمل وأروح أماكن جديدة ولا أروح أقعد 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 كده أقفل النور وشغل التكييف أنا محبش تكييف بصراحة قوي بس أقفل النور كده وعدت شغل اللابتوب وعدت فرج على موفي وأقعد أكل حاجة بحبها وأطلب أوردر من برة أكيد أحب كده أكتر فده من كبورج العزراء فأنا كده بصراحة يا جماعة جدا 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 في المركز الأول رجل بتحب الوحدة والفرق ما بينه وما بينه المركز التاني والمركز التالت حاجات بسيطة جدا عندنا بيتربع على عرش الوحدة يا جماعة وحب بالوحدة هو برج السرطان برج السرطان رومانتيكي كده حبوبي كده يعني هو رومانتيكي في نفسه كده بحب يبقعد لوحده بيحب بيحب بتاعته بيحب بيحبش بهرجة ما بيحبش خروج ما بيحبش الزحمة ما بيحبش ناس كتير ما بيحبش الاول ده المتأكدة ان ما فيش ولا كأن حاجة ان شاء الله لو جنسيته ايه ولا شغلانته ايه سرطان بجدارة بجدارة المركز التاني في الابراج التي تعشق الوحدة بيجي عندنا عزراء بجدارة المركز التالت عندنا جادي المركز الرابع برج العقرب المركز الخامس برج الطول اي حال عندنا اعتراض يعرفني بقى اوكي وبس الترتيب ده انا وثقة فيه ده ترتيبي انا رأس وموراد لان بكرة هلاقي بقى مثلا الناس اللي بتاعت تقلدني صلاة يا جماعة بقى عندي فيه اربعة كده اقسم بالله هظيم هم هم مش عايشين من اجل ان هما يسرقوا العناوين بتاعتي بس ما علينا انا الاصل والباقي التقلد اه قلولي بقى انتم ايه رأيكم في الترتيب ده واي حد عنده اي اعتراض يقول لي قلولي ايه رأيكم تحبوا نرتب الابراج المرة الجاية عند ايه ماشي هستنياكم تقولولي كل سنة كل حضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله بتمنى لكم السعادة والحب وطمأنينة وادوا كتير 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 يوم وقفة عرفة وادوا ربنا كتير ان شاء الله بإذن الله حق لنا كل امنينا وامنيتنا واحلامنا واهدافنا وطمحتنا اه شكرا لكل اخلاصكم بليس تعملوا لايك عشان عايزين نوصل الفيديو ده لعشرين الف لايك وانت تعرفوا تعملوا كده وعايزين نوصلوا زي الفيديو بتاع الابراج الاكثر الذكاء اللي سبهلكو هنا اللي وصل لمليون وخمسمائة الف مشاهدة عايزين نوصل الفيديو ده لمليون وخمسمائة الف مشاهدة شكرا بحبكوا باي باي